أنا دايما أدور على الحاجات اللي هي دراسات جدوى مقننة وتم استخدامها لفترات طويلة. في دراسة جدوى للسندوق الاجتماعي للتنمية. هي دراسة قديمة. لكنها بتجمع لك كل المعلومات اللي تقدر من خلالها تعرفي مستوى المشروع بتاعك واتجاهاته. عبارة عن إيه الدراسة؟. عبارة عن بتجمعي بيانات جدوى اقتصادية. بيانات عن حضرتك وعن الشركة اللي معاكي. قدراتك وإمكانياتك والمقاومات والخبرات والمؤهلات اللي عندكو. البيانات عن المشروع نفسه. بيانات عامة عن المشروع. ده بيبقى شكلها. صح كده يا فندم؟. أنا مش عارفة الكاميرا جايباها مظبوط قوي ولا لا. لجنة بتبقى عبارة عن بيانات بنستكملها. تمام؟ تمام. بتجمع هذه البيانات. بيانات عن المشروع. ايه هو المشروع؟. ونوع النشاط اللي حديك بتعملي فيه. القيمة اللي هيساهم بها المشروع من قرد. يعني حضرتك هتحطي من عندك مبلغ قد ايه. وهتاخذي تمويل قد ايه. بحيث تحطي القيمة الإجمالية للقرد المقترح. بتحطي فكرة عن المشروع بحيث تبقى واضحة. طبعا الدراسات دي لما بتحب تاخذي قرد بتتقدم للهيئة أو للمكان اللي هتتسحابي منه القرد. سواء جهاز تمويلة المشروعات الصغيرة. أو لو فيه بنك أو بعض الهيئات. ابتدت تدي قلود للشباب بفايدة قليلة. وديه أهم شيء أنك عشان تبتدي وتاخذي قرد لازم تبقى الفايدة قليلة. عشان تقدر تستمري وتنجحي. طب هي دراسة الجدوة دي هتحصل عليها منين؟ ممكن من عن نتة. لو دخلت عن نتة تدخل على مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء. استندوق الاجتماعي كانت دي كانت أيام استندوق الاجتماعي. أعتقد جهاز تمويلة المشروعات. جهاز تمويلة المشروعات. بيساهم دلوقتي في مساعدة الشباب. لو دخلت على الموقع بتاعهم على النيت. هتقدروا تعرفي الخدمات اللي بيقدموها. سواء خدمات للتخطيط مع حضرتك. أو للبدء. إزاي تبتدي أو إزاي تحصلي على تمويلك.